مرحبا بكم مجددا تلاميذ الأعزاء في الدرس الثالث وفي المحور الثاني مراحل تشكل سلاسل الطمر تمثل الوثيقة التالية مقطعا جيوروجيا في سلسلة جبال الأمضيز المقطع الجيوروجي كتذكير عبارة عن تمثيل للطبقات الصخرية حسب العمق طبعا بالاعتماد أو انطلاقا من خريطة جيوروجيا أو انطلاقا من خط طوبغرافي درستم كيف نقوم بتمثيل المقاطع الجيوروجيا في السنة الماضية السنة الأولى بكالوريا نحن في هذه الوحدة لن نركز ولن نذكر بكيفية تمثيل المقاطع الجيوروجيا أو الخرائط الجيوروجيا وإنما سنستغل مجموعة من الخرائط سنعتمد على مجموعة من خرائط الجيوروجيا والمقاطع الجيوروجيا للتوصل أو لاستخراج معطيات علمية متعلقة بمجموعة من الضواهر الجيوروجي كظاهرة الطمر والطف والاستضان وإذن ظواهر أخرى سنراها في الفصل الثاني كظاهرتي التحول وظاهرات الجرانيتية إذن انطلاقا من هذا المقطع استخرج المميزات التكتونية لهذه السلسلة لسلسلة جبال الأنديز ماذا نقصد بالمميزات التكتونية؟ نقصد بها المميزات البنيوية والصخرية والجيوفيزيائية التي أشرنا إليها في الدروس الماضية إذن يتضح من خلال مفتاح هذه الوثيقة أن جبال الأنديز أن هذه السلسلة تتميز بمجموعة من التشوهات التكتونية طبعا كما يبين المقطع تشوهات تكتونية على شكل فوالق معكوسة يعني ناتجة عن قوى انضغاطية يعني قصور على مستوى الطبقات السخرية الناتجة عن قوى انضغاطية والذي يؤدي إلى تقارب بين الكتل السخرية كذلك تشوهات تكتونية على شكل طيات مروحية الشكل وكذلك هناك مميزات أخرى تتمثل في تواجد لبراكين مجموعة من براكين الأنديزيتين أيضا هناك مجموعة من الصخور البلوتونية صخور البلوتونية كسخرات القرانوديوريت هذه الصخور تشكلت في العمق صخور البلوتونية يعني صخور تشكلت في العمق على عكس صخرة الأنديزيت التي تشكلت نتيجة تبريد سريع لصهارة في السطح إذن هناك كذلك مجموعة معطيات أخرى في المفتاح هذه المعطيات ليست بمميزات تمييز هذه السلسلة وإنما هي يعني معطيات أو مجموعة من الطبقات الصخرية كطبقة القاعدة القديمة والطبقات الصخرية الأخرى الموجودة في العمق هذه الطبقات فهي جد قديمة إذن سنجد هذه الطبقات في جميع السلاسل الجبلية جميع أنواع السلاسل الجبلية سواء الطفو وكذلك الاستضام إذن فهي تشكل دعامة وقاعدة هذه السلاسل الجبلية وبالتالي فهي لا تتوجد فقط في سلسلة جبل الأنديز وإنما سنجدها في جميع السلاسل الجبلية إذن الآن خلاصة المميزات التكتونية المستخرجة انطلاقا من هذا المقطع الجيولوجي والتي تمييز سلسلة جبل الأنديز تتميز سلسلة جبل الأنديز ببراكين أنديزيتية تتميز كذلك بصخور بلوتونية كالصحرات الجرانوديوريت وأيضا تشوهات تكتونية على شكل طيات مروحية الشكل وكذلك تشوهات تكتونية على شكل حوالق معكوسة نمر الآن إلى مراحل تشكل سلاسل الطمع من أجل ذلك سنستعين بالشريط التالي الذي يشير إلى مراحل تشكل سلسلة جبل الأنديز باعتبارها مثلا ظاهرة الطمع إذن كما يبين هذا الشريط كمرحلة أولى تتعرض الصفيحتين القارية الأمريكية الجنوبية وصفيحة ناسكا وصفيحة المحيط الهادي لقوى انضغاطية هذه القوى الانضغاطية تؤدي إلى تجابه وتقالب بين الصفيحتين النتيجة هي ماذا؟ هي نغراز إحدى الصفيحتين طبعا ستكون الصفيحة الأتقل إذن تنغرز الصفيحة المحيطية ذات الكتافة المرتفعة تحت الصفيحة القارية الأقل كتافة بعد ذلك تخضع الصخور المحيطية المنغرزة لظاهرة نسميها بظاهرة التحول تتحول إلى صخور أخرى لها بنية ولها تركيب معدني أو تركيب نسميه عيداني مختلف هذا التحول يحدث تحت ارتفاع أو تحت تأثير ارتفاع الضغط والحرارة إذن انغراز الصفيحة المحيطية واحتكاكها بالصفيحة القارية يؤدي إلى تحول هذه الصخور تحت ارتفاع الضغط والحرارة لكن هذين العاملين غير كافيين لصهر صخور الرداء أو الأسطنسفير إذن وإنما فقط ستساعد في تحول كما قلنا صخور الصفيحة المنغرزة وتعرضها لظاهرة التحول تغيير في التركيب العيداني والتركيب الكيميائي لهذه الصخور وفي البنية كذلك درجة الحرارة في منطقة الطمر فهي لا تتجوز 1200 سلسيوز لكن يلاحظ من خلال هذا الشريط تشكل لصهارة هذه الصهارة نادجة عن صهار جزئي أو جزء من الرداء أو جزء من البروديتيت أو صخور المشكلة لهذا البروديتيت لهذا الرداء الذي نسميها بالبروديتيت هذه الصخور يحدث لها صهار جزئي فتتشكل صهارة لكن كذلك معطى آخر وهو أن البروديتيت هذه الصخور لا تنصهر إلا في درجة الحرارة تفوت 1200 سلسيوز إذن في نظركم الآن سؤال ما هو الحامل المساعد والذي أدى إلى نصهار هذه الصخور رغم أن درجة الحرارة في هذه المنطقة لا تتجوز 1200 سلسيوز من أجل ذلك سنستعين بالمعلم الثالي الذي يشير إلى تطور درجة الحرارة في منطقة الطمر هذا المبيان متلت فيه ثلاث منحانيات تجريبية لبداية نصهار البروديتيت المكونة للأسينسفير تحت تأثير الضغط والحرارة المنحان الأول كما يبين هذا المبيان يشير إلى تغير درجة الحرارة في منطقة الطمر إذن تغير درجة الحرارة يعني تطورها بدلات العمق طبعا في منطقة الطمر المنحان الثالي يشير إلى بداية يعني الحرارة والعمق التي تبدأ فيها صخور البروديتيت لكن المميها يعني التي تحتوي على الماء في الانسهار إذن بداية نصهار صخرة البروديتيت المميها المنحان الثالي يشير إلى بداية نصهار يعني الظروف الفيزيائية يعني درجة الحرارة والضغط والعمق الذي تبدأ فيه صخور البروديتيت الغير المميها في الانسهار إذن الآن نقوم بتحليل هذا الميديان إذن يتضح من تحليل هذا المعلم أن انصهار البروديتيت المميها يحدث فقط في درجة حرارة لا تقل عن 1000 سلسيوز طبعا هذه الحرارة تصلها يعني الحرارة في منطقة الطمر يعني مسجلة في منطقة الطمر بينما البروديتيت الذي لا يحتوي على الماء يحتاج إلى حرارة تتجاوز 1200 سلسيوز وهذه القيمة لا تصلها الحرارة في منطقة الطمر وبالتالي كي يحدث نصهار صخرة البروديتيت في منطقة الطمر ضروري أن تكون هذه الصخور ماذا؟ أن تكون مميها يعني تحتوي على الماء إذن الآن السؤال الذي يمكن أن نطرحه كذلك ما هو مصدر هذا الماء؟ يعني الذي يتواجد في عمق له كبير جدا ويساعد على عملية نصهار صخور البروديتيت مشكلة للأستينوسفير أو لجزء السفلي في الرداء العلوي إذن مصدر هذا الماء هو الصفيحة المحيطية المنغريزة بعد انغراء الصفيحة المحيطية وأثناء انغرازيها تحت تأثير الحرارة والضغط والاحتكاك كذلك مع صخور القشر القرية يؤدي ذلك إلى تحول للصخور المحيطية المنغريزة هذا التحول يصاحبه تحرير لجزئات الماء إذن هذه الصخور المنغريزة يحدث لها تحول تتحول يعني خصائصها الكيميائية والبنيوية تتحول هذا التحول يصاحبه تحرير لجزئات الماء وبالتالي يحرر الماء في الرداء هذا الماء يساعد على بداية انصهار صخور البروديتيت وبالتالي تشكل لصهارة ناتجة عن صهار صخرة البروديتيت إذن الآن نلخز مراحل أو نعود إلى مراحل تشكل سلاسل التمر نذكر بالمرحلة الأولى إذن قلنا أولا تتعرض المنطقة لقوى اندغاثي هذه القوى الاندغاثية ينتج عنها انغراز صفيحة المحيطية الأكثر كتافة بعدها خضوع الصخور المحيطية المنغريزة لارتفاع في درجة الحرارة والضغط يؤدي إلى تحولها وتحرير جزئات الماء هذا الماء ينتشر عبر الرداء فيصبح هذا الأخير يعني الرداء تحت شروط نصهار جزئي فتتشكل صهارة جزء منها سيساعد نحو السطح يعني سيجد تشقوقات ويصل إلى السطح هذه الصهارة سوف تتصلب بمجرد وصولها إلى السطح تحت تتير أو نتيجة انخفاض في الحرارة في السطح يؤدي ذلك إلى تشكل صهارة لتشكل صخور نسميها بصخور انديزيتي وجزء آخر في هذه الصهارة ينحبس في العمق ويتبرد هناك فيعطي صخور نسميها بصخور بلطونية كصخرة القرانوديوري ترجمة نانسي قنقر